عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل حول مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب نقشت الورشة ثلاثة محاورة رئيسية هي الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير والتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال وأكدت رشا الراغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن الأكاديمية وامتدى شباب العالم يهتمان بدعم وتدريب شباب الفنانين في إطار السياسة الأكاديمية في التبني المواهب والمبدعين وهو ما تم التدليل عليه بإطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية الموهبين بتكليف من سيد رئيس عبد الفتح السيسي